احنا دولة وشعب حاضن للدين حاضن للحق حاضن للسلام انتوا اعداء الدين كل دين اعداء الوطن كل وطن انتم هؤلاء الذين فرقوا الاسرة المصرية فرقوا وخربوا الاسرة المصرية خلوها بين مسلمين وغير مسلمين نجي دلوقتي يقول لي انا طيار اسلامي اما انا حضرته طيار علماني لا مش علماني يقولك انا طيار اسلامي اما انا طيار كافر لا مش كافر انت فاهم يعني군ه الابرالي حضرتك ولا فاهم يعنيه علماني حضرتك انت مش فاهم فكرة المسميات دي كلها هرمالة على جنب في سلة الزبال خلينا ان نقول انا مواطن مصري نقطة انت مصري انت مصري زي بتعترف بالحدود بتعترف بالعلم بتحيي العلم انت مصري لك ما لنا وعليك ما علينا واعترف بشكل واضح انك اخطأت وانه جماعة الاخوان جماعة الارهابية بحكم القانون وتتبرأ من كل ما اقترفته ايدك لو كان ايدك عملت دم او سعدت او كتبت لا مالكش في الحياة سياسي قولا واحدا وده وقفة شعب ده وقفة مين وقفة شعب الشعب المصري عليه وقفة الموضوع ده من اخطر ما يمكن لو ما قلتش حاجة في الحلقة غير دول ده اهم شيء اوعوا وبدعوا الشعب المصري كله ويعني في كل لحظة بنؤكد انه محاولات العودة للطبور الخامس تسلل بشكل غير مسبوخ يعني مش هيجي لك مرة يرفع لك الاسلام والحل مش هيرفع الاسلام والحل واحد يقول لي يا اخي واحد من الناس الطيبين بحبوب جدا يقول لك يا عم نشأة انت بس بتكلم ليه على الاسلام والحل هو انت ضد الاسلام والله لا والله على الاطلاق والله على الاطلاق مش على الاطلاق ده انا بقول لا لا ده انا عكس كده تماما لكن المسلم الحق الحقيقي اللي بيخاف من ربنا بجد لو اسلامه صحيح وعقله صحيح وقلبه سليم مئة بالمئة لابد ان يلفظ ويرفض هؤلاء مئة بالمئة شوف السلوك شوف السلوك اللي بيقوموا بيه لذلك بقول للمواطن للناخب انتبه انتبهوا ايها الشعب الطيب انتبهوا يا الشعب العظيم انتبهوا من محاولات اعادة انتاج نظام اه 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 اخواني نظام تكفيري نظام بيكره بيكره الناس في دنهم نظام بيكفر الناس على الهوية نظام لا يعرف لا يخشى في الله الا انه لا زمة والله فسدوا في الارض وافسدوا في الارض وما زالوا يفسدوا ويتاجرون بكلمة الله تاني بقول ان الاثناشر النهاردة في عربي واحد وعشرين خطير ويجب ان انتبهوا